شيع جهاد مغنية نجل قائد العمليات العسكرية السابق في حزب الله عماد مغنية في الضحية الجنوبية لبيروت وسط حضور شعبي حاشد ومشاركة مسؤولين ونواب إثر تلقي الحزب وحليفه الإيراني الأحد ضربة إسرائيلية قوية قتل فيها ستة عناصر من الحزب بينهم قياديون وضابط في الحرس الثوري الإيراني وسط تساؤلات عن إمكانية حصول رد من الحزب الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات النظام لن نصمت طويلاً وبطبيعة الحال أيضاً الجواب أننا في الوقت والزمان والكيفية المناسبة سوف يكون الرد على هذا العدوان الكبير والنوعي والذي فتح أفاقة جديدة في البنطقة وتعد الغارة من أكبر الضربات الإسرائيلية التي تستهدف حزب الله وحليفه الإيراني الداعمين الأساسيين للنظام السوري منذ بدء النزاع في سوريا في منتصف آذار مارس عام 2011 وأثرت تساؤلات حول احتمالات أن يقوم الحزب برد عليها ولو أن المحللين لا يتوقعون أن ينجر الطرفان إلى حرب ونفذ الجيش الإسرائيلي غرات جوية عدة على مواقع في سوريا لم تعترف بها كلها إسرائيل وكان آخرها في كانون الأول ديسمبر قرب دمشق مستهدفا خصوصا أسلحة موجهة إلى حزب الله